أسلوب مواجهة التهديدات الإرهابية تغير ما يستدعي تغيراً في الاستراتيجية الأمريكية هذا ما أعلنه الرئيس جو بايدن بعد انتهاء الانسحاب الأمريكي من أفغانستان أبرز أدوات هذه الاستراتيجية هي ما بات يعرف بالعمليات عبر الأفق التي تعتمد على التقنيات العسكرية المتطورة وأهمها الطائرات المسيرة من دون طيار والتي يؤكد القادة الأمريكيون أنها فعالة في مواجهة الإرهابيين وفيما يشير القادة إلى أن هذه الاستراتيجية لا تحتاج إلى وجود قوات عسكرية على الأرض يرى آخرون أن القدرات الاستخباراتية والاستطلاعية والهجومية تستفيد من القواعد العسكرية القريبة من منطقة الاهتمام كما كان الوضع في أفغانستان قدرات فوق الأفق يمكن استخدامها للحفاظ على مستوى معين من الضغط على الإرهابيين لكن في النهاية وبموضوعية لا جدل فيها هي أن رؤيتنا ستكون أقل وضوحا حول هوية الإرهابيين وماذا يفعلون عندما نحتاج لقصفهم وسنكون أبطأ وأقل فاعلية فمن العوائق التي تواجه استخدام الطائرات المسيرة طرارها للتحليق لمسافات طويلة ولمدة زمنية أطول الآن إضافة إلى عبور مجالات جوية لبلدان قد لا تعطي الإذن بالعبور لكن المسؤولين الأمريكيين يعطون أمثلة على فعالية عمليات فوق الأفق باستهداف الإرهابيين في اليمن والصومال غير أن منتقدي هذه الاستراتيجية يشيرون إلى أن الوضع في أفغانستان يختلف لأنها بلد غير سحلي لا يمكن الوصول إليه إلا بالطيران عبر البلدان الأخرى فيما يتعلق باليمن والصومال إذا نظر أي شخص إلى الخريطة سيرى ممرات مائية دولية يمكن أن تستخدمها الغواصات والسفن وطائراتنا يمكنها التحليق من دون الحصول على إذن من أي شخص وعدم الاشتباه في ارتكاب أي خطأ لذلك شن ضربات في الصومال واليمن سهل للغاية ويذكر أن مدير الاستخبارات الأمريكية وليام بيرنس قال سابقا خلال جلسة استماع في الكونغرس إن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان سيضعف قدرات الولايات المتحدة على مراقبة التهديدات الإرهابية ومواجهتها الرئيس الأمريكي جو بايدن قال بعد الانسحاب إن حقبة التدخلات العسكرية الكبرى انتهت وروج للاستراتيجية الجديدة ليبرر الانسحاب وفق البعض لكن منتقديها يرون أنه تجهل الظروف على الأرض والتهديدات الإرهابية المستمرة حسين الطاود العربية واشنطن